بسم الله الرحمن الرحيم الله والحمد لله الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وعده طيبي وطهرين كان الكلام في كيفية تطهير ماء البئر وصلنا إلى نسح سبعين دلو معتادة على تلك البئر فإن اختلفت فالأغلب للإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه وإلا اختص بالمسلم كان الكلام أنه إذا وقعت نجاسة في البئر كيف نطحره تقدم أن ثلاثة طرق تطهير الماء القليل هنا يوجد هناك طريق رابع يعني يمكن التطهير من خلال التصال بالكر من خلال ماء المطر من خلال كان طريق آخر أيضا أنه ماء الجاري الاتصال على الماء الجاري هناك طريق الرابع أن البئر له طريق مخصوص وهو النزح يعني إخراج مقدار من الماء يختلف تقدم السابقا بعض النجاسات كان تطهير إخراج نزح كل الماء وبعض النجاسات كان نزح كرا وبعض النجاسات مقدار معين منها شنو نزح سبعين دلوان يعني نأخذ ننزح سبب مقدار سبعين دلو من البئر إذا وقعت فيه أي نجاسة الإنسان مقصود من وقوع الإنسان مو أنه الإنسان يقع ويخرج ووحي لا مقصود جسد الإنسان يعني نجاسة البئر بسبب نجاسة جسده بسبب وقوع جسد الميت ميتة الإنسان ميتة الإنسان هذا الإنسان إذا مات إما يموت في داخل البئر أو يموت خارج البئر ويقع الجثة والجسد في داخل البئر شنو حكمه نخرج سبعين دلوان يعني بعد إخراج النجاسة ننزح بمقدار سبعين دلوان هنا عدة بحوث البحث الأول أنه ما المراد من الدلو طبعا الدلو معناه واضح أنه هذا الدلاء الذي يدخل إما يكون من قبل جلد الحيوانات أو يكون الدلاء من مو جلد يكون مثلا حجري وزماننا قد يكون من أنواع أخرى بلاستيك أو أنواع أخرى المهم هناك نوع من السطل اللي كان يجعل فيه حبل ويجعل هذا شنو في البئر يخرج ماء البئر به هنا شنو تعبيره يقول الشهيد الأول يقول دلاء معتاد خب المخصود من الدلاء المعتاد الشهيد ثاني يفسره يقول المعتاد لتلك البئر هنا بي احتماليا يحتمل أن المخصود أن المعتاد لتلك البئر يعني مخصوص لذلك البئر يعني عادتان نخرج من هذا البئر بهذا الدلاء فإذن كل بئر له دلاء مثلا هذا البئر اللي علمح الكلامنا يخرج بهذا الدلاء اللي يوجد فيه وهناك بئر آخر يخرج له دلاء آخر فإذن كل بئر كيف ننزحه بدلائه يعني دلاء المخصوص له هذا يحتمل يحتمل لا قد يكون هذا المراد الاحتمال الثاني أنه المعتاد لتلك الأمثال تلك البئر يعني مثلا إذا عندنا بئر فوهة البئر وعمقه ومقداري وإحنا كون البئر كبير الصغير حسب ذلك البئر له دلاء مثلا إذا كان البئر بهذه الساعة وبهذا عادة بهذا التساع مثلا هذا يخرج به هكذا نوع من الدلاء يعني دلاء كبير يتناسب مع هذا البئر فإذا كان هناك آبار أصغر دلاءه يكون أصغر إذا كان آبار أكبر دلاءه يكون أكبر فكل بئر بحسبه يعني حسب يعني نقول هذا الدلاء عادة يخرج بما كان بهذا الساعة من البئر فقد يكون هذا المراد فإذا الاحتمال الأول سابقاً شنو كان الدلاء المعتاد لهذا البئر يعني ما كان هذا البئر الدلاء المخصوص له ولذا نحن نستعمل هذا الدلاء فنطهر هذا البئر بهذا الدلاء له عادة نخرج منه الماء وبئر آخر مع هذا النظر عن كون البئر كبير الصغير دلوه صغيراً كبيراً لا بالشارط وأخرى لا نقول هذا الاحتمال الثاني أن لا كل بئر بحسب شأنيته فإن هذا البئر بهذا السعة مثلاً هذا فوهته هذا قطره وهذا اتساعه عادة يخرج بهذا المقدار من الظرف والدلاء وإذا كان بئر أصغر دلاءه أصغر أكبر دلاءه أكبر وهكذا هذا الاحتمال الثاني طيب إذا اختلفت إذا قال له دلاء واحد دلون واحد بكلام يعني هذا البئر له دلون واحد أو له عدة دلاء أو له هكذا نوع من البئر له دلون معين عادة يخرج بهذا الحجم الدلو أو لا عادة هذا البئر بهذا السعة وعدة أحجام ماذا نفعل إذا اختلفت فالغالب نأخذ الغالب طبعاً إذا ماكو غالب بعد ما تعرض له مصنف قد يقول مثلاً خيرين كما ذهب إليه بعض الشرح فيقول وَنَزْحُ سَبْعِينَ دَلْوًا مُعْتَادَ عادة الشيء الأول يقول نحن ننزح سبعين دلواً للإنسان آخر العبارة يقول هذا الدلو يكون دلو معتاد الدلو المعتاد يعني شنو على تلك البئر يعني معتاد على تلك البئر الحتمال الأول أن يكون دلو مخصوص ذلك البئر هذا احتمال وإحتمال أقول لا شأنية أمثال هذا البئر وهذا السع من البئر عادة أي دلوين يستعمل فنستعمل ذلك الدلو فإن اختلفت أما إذا اختلفت الدلو ماله طبعاً إذا كان الدلو هو عادة هذا حتى الآن أن هذا الدلو انكسر أو لموجود نحن حتى لو قلنا الدلو المخصوص له يعني مثلا الدلو المخصوص له هذا حجمه مثلاً مثلا يكون هذا المقدار السطن أو الدلو فإذا كان هذا الدلو المخصوص له عادة نستعمل هذا الدلو فإذا عندما ننطهر لا يجوز لنا أن نطهر بحجم أصغر فعلى الأقل لابد يكون نأتي بدلو يساوي هذا الدلو إذا قلنا الدلو المخصوص له أو لا عادة بهذا الحجم نحن نخرج هذا الماء نخرج الماء من البئر ما كان بهذه الساعة بهذا الدلو من الساعة فنجد دلو بهذه الساعة ليس مخصوص إلا خصوص هذا الدلو هذا مخصوص الهدف من أنه نأتي بدلو ما هو ساعته ما هو حجمه سواء قلنا الدلو المخصوص له عادة نخرج به أو الدلو ليس مخصوص له الدلو ما كان من شأن هذا الإبر ونحوه أن نخرج به هذا الدلو المعتادة فإن اختلفت إذا صار عدة دلاء له نأخذ بالدلو الغالب الأغلب هذا لموت الإنسان إذا مات الإنسان شيء ثاني يفسر أي لنجاسة الإنسان المستند إلى موته إذا وقع جسد الإنسان طبعا ميت مات الإنسان وقبل برده عفوا بعد برده وقبل تطهيره يعني قبل تخسيره أما إذا اختسل بعد ما يكون نجس أما قبل أن يغسل الإنسان يعني هو ميته نجس أي لنجاسة المستند إلى موت الإنسان سواء في ذلك الذكر والأنثى بعد ما فرق هذا الميت الإنسان كان ذكر كان أنثى كان صغير أو كان كبيرا مسلما كان أو كان كافرا ولكن في الكافر يوجد بعض تفصيل لاحظون تارثا نحن نقول أنه الكافر أن الكافر خب الكافر نجس إذا كان الكافر نجسا ونجاسته شنو غير منصوص فيما لا نص فيه نحن تارثا نقول نسح الجميع تعلمون فيما لا نص فيه عدة أقوال لا ينزح شيء نزح الجميع نزح ثلاثين دلو ونزح أربعين دلو إذا قلنا ننزح في الكافر إيش قد نزح الجميع هنا هذا الحكم سيختص بالمسلم ميت المسلم ننزح منه شنو الجميع أما الميت الكافر الآن الميت الكافر له نجاستان نجاسة الميتة كونه ميتان ميتة الإنسان ونجاسة أخرى كونه كافران نجاستان حيفية كونه ميتان يدخل تحت عنوان سبعين دلو حيفية كونه نجسا كافرا ما لا نص فيه ما لا نص فيه شنو حكمه إن قلنا بنزح الجميع هنا بعد لا وجه أن يقال أن ننزح له سبعين دلو فإذا نقول ننزح سبعين دلو للمسلم يختص بالمسلم أما الكافر ننزح له الجميع إن قلنا شنو ما لا نزح الكفر أو ما لا نص فيه شنو حكمه ينزح فيه الجميع هذا بناء على هذا الممنى أما إذا قلنا لا ما لا نص فيه ننزح فيه ثلاثين أو أربعين هنا شنو بعد ننزح السبعين يعني نأخذ الأكثر الجسم اللي هو السبعين طبعا بناء على أنه ما يحصل تداخل أنا ما أبين بعد هذا ولكن أكو وجه لهذا التفصيل كما ذكروا بعض الشرح أنه تارث نحن نقول بالتداخل يعني الآن إذا صار ثلاثين أربعين لكفره سبعين لأجل كونه إنسانا وقلنا بعدم التداخل ثلاثين سبعين مأة ثلاثين أو أربعين قلنا ما لا نص فيه مئة وعشرة فلابد أن ننزح فيه مئة وعشرة أما أذا قلنا بالتداخل طبعا فإذن إذا لم نقو إذا ما قلنا بأنهما لا نسح فيه الجميع بل قلنا ثلاثين أو أربعين وهذا ثلاثين أو أربعين وقلنا بالتداخل أما إذا قلنا بعدم التداخل شنو حكمه فلابد أن ننزح سبعين زائدا ثلاثين سبعين زائدا أربعين طبعا إذا ما قلنا بالتداخل طبعا هذا التفصيل ما ذكره الشهيد الثاني نقرأ العبارة يقول ونزه سبعين دلوا معتادة على تلك البئر فان اختلفت في الأغلب لمن لموت الإنسان أي لنجاسته يعني نجاست البئر المستند إلى موت الإنسان خب سواء في ذلك خب ما كفرق أنه هذا الإنسان كان ذكر أو كان أنثى وسواء كان صغيرا أو كان كبيرا وسواء كان مسلما أو كان كافرا الكافر اللم نوجب للكفر الجميع لما لا نصفه إذا ما قلنا أنه ما لا نصفه لأنه الآن هذا الكافر صار عدة حيثية من النجاسة حيثية كونه إنسان خب يدخل تحت الإنسان أما حيثية كونه كافرا يحتاج يدخل تحت ما لا نصفه إذا أوجبنا لما لا نصفه فهذا الحكم سيصير مخصوص بالمسلة سبعين دلوان إذا ما أوجبنا ما لا نصفه الجميع وإنما قلنا ثلاثين أربعين وأيضا ما قلنا بعدم التداخل بإنما قلنا بالتداخل فهنا يصير تداخل فالمية الكافر ننزح له شنو سبعين فيصير الحكم شامل للكافر فإذن والكافر إن لم نوجب له الجميع لما لا نصفه باعتبار أن الكفر غير منصوص فما لا نصفه ما أوجبنا الجميع يعني أوجبنا ثلاثين أربعين أو لا شيء فإذا ما أوجبنا الجميع يعني قلنا ثلاثين مثلا أو قلنا أربعين أو قلنا لا شيء هنا الميت الكافر كم ننزح له سبعين دلوان وإلا يعني وإن أوجبنا الجميع فالكافر لا بد أن ننزح له الجميع خب بعنوان فهذا الحكم سبعين لمن يصير يصير مخصوصا للمسلم وإلا أختصه هذا حكم سبعين دلوان للإنسان يصير يختص بالمسلم طيب وصلنا إلى أمر آخر نجاس أخرى وهو الدم الكثير إذا وقع دم كثير في البئر لا بد أن ننزح خمسين دلوان هنا عدة بحوث البحث الأول نسأل السؤال ما هو الملاك في كثرة الدم وقلتي ليجي بحث آخر أيضا لحقا ما المراد في أنه الدم الكثير هل الدم الكثير باعتبار البئر أو في نفسه لحظوا ثارثا نقول الدم الكثير باعتبار البئر مثلا إذا كان هذا البئر اللي مثلا داخله كرين ثلاثة كر مثلا مبل هذا القبيل أو قد يكون أقل من الكر فالدم الكثير يعني مثلا إقضاص من الدم مثلا لتر من الدم مثلا خلنا نقول هذا لعله كثير أو أقل نصف لتر هذا دم كثير المن بالنسبة لهذا البئر اللي أقل من كر إذا كان بئر ذا كرين ثلاثة كر أو ثلاثة كر بي مثلا يعني مثلا قريب مثلا ألف كالو ألف لتر بي فلعله الكثير لترين أما متى يصدق الكثير هذا إذا لاحظنا باعتبار البئر إذا وضح الفكرة السؤال أنه هل الملاك الكثرة باعتبار البئر أو الكثرة باعتبار في نفسه في نفسه مثلا أولاء بئر كبير جدا بي مثلا آلاف الشي يسمونه اللترات من الماء مثلا فهذا لا يصدق لا يكون الماء كثيرا بالنسبة لهذا البئر إلا إذا كان مثلا لعله حتى الدمشات ما يكون كثير له قليل ليش لأنه ماءه إذا لاحظنا الكثرة باعتبار البئر ولكن الشي دي ثاني يقول المراد من الكثرة ليس الكثرة باعتبار البئر حتى يختلف مقدار واحد من الدم يختلف بحسب الآبار كثير بالنسبة لهذا البئر وقليل بالنسبة لبئر آخر ليس الكثرة باعتبار البئر بل المراد من الكثرة في نفسه مع غض النظر عن البئر يعني هذا إذا لاحظه العرف حل هذا الدم كثير أو قليل دم الطير قليل دم الشات كثير مع غض النظر عن ماء البئر قليل أو كثير ولذا يقول وخمسين دلول للدم الكثير في نفسه ليس الدم الكثير باعتبار البئر فإذا في نفسه هذا المقصود يعني نلحظ لو لاحظنا هذا الدم العرف لحظ هذا الدم يقول هذا الدم كثير يعني دم الشات دم كثير دم الدجاجة مثلا دم قليل دم الطير دم قليل أما دم الدجاجة ودم الشات دم كثير وكذلك حيوانات أخرى بعد يصبح واضح حسب هذا التقسيم هذا فإذن الكثرة في نفسه حسب العادة حسب العرف البحث الآخر أنه هذا الدم الكثير هل يشمل الدماء الثلاثة أم لا وهل يشمل سؤال آخر دم نجس العين أم لا سؤالان يقول سابقا تقدم أنه نحن جعلنا دم نجس العين جعلناها من نزح الجميع فإذن الدماء الثلاثة يعني دم الحيظي ودم النفاسي ودم الاستحاضة الدماء الثلاثة يقال له دم الحدث هذا سابقا تقدم أن ينزح له الجميع فإذن هذا بعد يجب نزح الجميع فإذن هذا الدم الكثير ما عدد دماء الثلاثة فإذن دم كثير مثل دم يشاط مدماء دم الحدث وأمثاء يعني دماء الثلاثة فهذا وإلا نزح الجميع فإذا خمسين دلوان طبعا هم دلوان معتادة وأيضا يأتي بكلام معني دلوان معتادة بهذا البئر يعني مخصوص هذا البئر مع غض النظر عن بقية الأبار أو لا ما كان بهذا الحجم من البئر على كل حال خمسين دلوان للدم الكثير ما عدا الدماء الثلاثة ليش دماء تقدم السابقا أن الدماء الثلاثة يجب لها نزح الجميع خب طيب عندنا جس العين يقول أيضا ما عدا نجس العين ليش لأنه شهيد الأول في بعض كتبه ألحق دم نجس العين يعني دم الخنزير دم الكلب ألحق دم نجس العين بمن؟ بالدماء الثلاثة شلون ألحقه قال هذا الإلحق إلى وجه إلى تخريج يعني إلى هناك وجه أن نخرجه يعني أن نخرجه ما هو الوجه الذي يخرجه لحظوا وإن كان نحن الشعى الإمامية ما عندهم قياس ولكن هناك بعض أنواع القياس يقال القياس منصوص العلة وهناك قياس آخر قياس مستنبط العلة بنحو الإجمال هذا البحث متشعب وبحث شي سمون له أفراد كثيرة ولكن أبين المسألة بنحو الإجمال منصوص العلة يعني شنو؟ منصوص العلة يعني أن العلة مذكورة في نفس الرواية مثلا رواية مثال عرفي يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض فالمدار يصير بالعلة العلة تكون منصوصة فالحكم يدور مدار العلة سعة وضيقا يعني يوسع الموضوع ويضيق الموضوع من جهة أن الموضوع كان لا تأكل الرمان الرمان ما قال الرمان حلو أو حامض ولكن علل بماذا؟ لأنه حامض فإذن الرمان الحلو يجوز أكله هذا ضيق الموضوع وهناك وسع من دائرة من الموضوع العلة ماذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض فكل حامض لا تأكله وإن كان مثلا طرشيا وإن كان شيء آخر حامض أيضا لا تأكله ليش الملاك؟ كل حموضة إذا قال الدكتور هذا مثال ونعرفه كذلك أمثلة شرعية فإذن إذا وجد نص مثلا رواية قالت لا تأكل لا تشرف فلان شيء لأنه مسكر فيعلم أن كل مسكر شنو ورد في مورد خاص المسكر الفلاني لا تأكله لا يجوز أكل ليش لأنه مسكر فيعلم أن كل مسكر شنو حرام هذا يقال له قياس منصوص العلة يعني العلة مذكورة في الرواية وأخرى لا الفقاء يستنبطون العلة طبعا هذا استنباط العلة إذا كان قطعيا قابل الاستناد وإلا إذا كان ظنيا غير قابل الاستناد ويكون قياس ويصير منحي عنه بنحو الإجمال بس أبين الاستدلال مع غضا نظر الاستدلال صحيح أو غضط هذا بعد كل المجتهد حسب رأيه والعامي حسب رأيه المجتهد ماله ولكنه بما ذكره هنا نحن ببين المسألة يقول لحظوا الدماء الثلاثة هل عدنا الدماء معفو في الصلاة إذا كان الدم أقل من الدرهم البغلي معفو عنا بالصلاة خب ولكن هذا الدم القليل استثن منه دم الدماء الثلاثة غير معفو عنا بالصلاة كذلك دم نجس العين غير معفو عنا بالصلاة فيعرف من عدم الكون العفو عن الدم يعرف أن الدم النجس العين حكم أشد كما قلنا في دم الدماء الثلاثة فإذا كان حكم أشد فإذا هذا رح نلحقه خب إذا دم نجس دماء الثلاثة حكم أشد يعني نجاسة شديدة كذلك الدم نجس العين بل دم نجس لأنه كلاهما غير معفو عنا بالصلاة فإذا من عدم العفو في الصلاة يعرف أن شدة النجاسة فيهما شدة الحكم فيهما مضافا إلى هذا الدم نجس العين مضافا إلى نجاستي وكوني غير معفو مثل دماء الثلاثة أنه قد لاقى هذا الدم دم نجس العين لاقى نجس العين ومضافا إلى كونه دم وأنه نفس الدم كوني نجسا قد لاقى نجس العين فالنتيجة يصير أنه هذا أكون هناك وجه أن نلحقه بماذا بالدماء الثلاثة كما قلنا في الدماء الثلاثة لا بد من نسح الجميع هذا أيضا لا بد من نسح الجميع يعني هناك وجه نخرج هذا استدلال قياس قطعية لا قطعية هذا استخراجه طبعا لا غير منصوصة هذا قطعي أو غير قطعي صحيح أو لا هذا بحث في محله يقول وخمسين دلوا للدم الكثير في نفسه عادة يعني في العادة وفي العرف يكون دم كثيرا في نفسه مع غض النظر عن البئر لا بالنسبة لهذا البئر شنو مثال الدم الكثير دم الشات المذبوحة يعني الدم الشات اللي تذبح ليش قيدة بالمذبوح وإلا إذا خرج الدم من الشات قد يكون دم قليل أما إذا ذبح يخرج مثلا مقدار كثير في لتر لترين فيصر دم كثير غير الرطبة عفوا غير الدماء الثلاثة لماذا تقدمه؟ لأن الدماء الثلاثة شنو كان يجب أن نسح الجميع فإذا هذا مستثنى وفي إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة بها يعني بالدماء الثلاثة وجه مخرج يعني هناك وجه يخرجه يعني نخرج العلة يعني نقول كما أن دم نجس كما أن دم الدماء الثلاثة لأنه غير معفو عنا بالصلاة وكان حكم أشد كذلك دم نجس العين حكم أشد لأنه غير معفو عنا بالصلاة فأكوجون لي إلحاقه بالدماء الثلاثة فيجب أن نسح الجميع فيها خب النجس الآخر العذرة الرطبة خب العذرة شنو تعريفه؟ مقصود فضلة الإنسان مو مقصود فضلة العام سواء كان إنسان أو غير إنسان لا مقصود فضلة الإنسان خب هنا الشيء الأول قال الرطبة في الروايات موجودة الملاك العذرة الذائبة اعتبار الذوبان يعني تذوب العذرة الذوبان يعني شنو يتفرق أجزاء العذرة خب هنا صار عندنا ملاكين ملاك كونه رطبان يعني طازج يعني مو عذرة يابسة وملاك الذوبان يتفرق أجزائه طبعا هذا قد يكون يعني الرطب يعني شنو يعني طازج مقابل اليابس اللي عذرة غير أما الذوبان الذائبة بالنسبة إلى الرطب لا بشرط مثلا إذا أخذنا اعتبار الذوبان اللي موجود بالروايات المروي بالروايات المروي الذوبان ذوبان يعني شنو تكون هذا العذرة يتفرق أجزائها قد يكون يابس يتفرق أجزائها قد يكون طازج ويتفرق الأجزاء فالملاك تفرق الأجزاء بخلاف الرطبة إذا ما تفرق أجزائها حسب الدليل شي يقول وهذا بعد ما رح يشمل هذا الحكم فإذن إذا هناك عذرة رطبة وأخرى يابسة إذا ما تفرقه فبعبارة أخرى خلنا نقول هكذا القينع وقع في البئر عذرة رطبة أم ما تفرقه حسب الرواي شنو لا يجب الخمسين عذرة يابسة ما تفرقه حسب الرواي شنو ذوبانه ما ذابه ما تفرق الأجزاء فإذا ما رح يشمل للحكم إذا كان يابسة وتفرقه ورطبة وتفرقه رح يشمل للحكم فإذا نشوفوا أربع صور عندنا صورتين منها ما كوا ذوبان حسب الرواي شنو وإن سواء كان يعني رطبة لم تذوب يابسة لم تذوب حسب الرواي شنو ما بخمسين يأتي بعد قليل أنه بعشرة اللي في بالي أما حسب هذا القول الأول في هذا الكتاب الرطبة طيب عندنا صورتين أخريتين أنه ذابت سواء كان رطبة أي صورة أو يابسة وذابت أيضا شنو الخمسين فإذا الملاك الذوبان هذا حسب الرواية أما حسب حسب الرطبة حسب هذا القول اللي ذكروا هنا في الكتاب أما لو كانت رطبة لوراء الشيخ الطوسي والشهيد الأول في هذا الكتاب الملاك الرطب يعني شنو الآن وقعت عذرة طازجة يعني طازج عذرة غير طازجة يعني يابسة ما يشمله الرطبة تفرقة يشمله الرطبة لم تتفرق يعني ذابت أو لم تذوب يشمله يشمل صوتها اليابسة ما يشمله سواء تفرقت ذابت أو لم تذوب لحظوا الملاك كاملا تختلف في بين اعتباره يقول والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان والمروي اعتبار ذوبان هذا اللي موجود بالرواة وهو الذوبان شنو تفرق أجزائها تفرق أجزاء العذرة وشيوعها عطف تفسير في الماء يعني في الماء يتفرق ويشيع في الماء ينتشر في الماء أما الرطوبة هذا الراطبة اللي ذكره الشهيد الأول هذا غير لا نص على اعتبارها لكن منه هذا رأي الشيخ الطوسي وتبعه المصنف وجماعة خب هذا ليش قال تبعه هذا إشارة في النقطة الشيخ الطوسي كان في زمانه عندما يذهب إلى رأي في زمان الشيخ الطوسي لمدة مائة سنة تسعين سنة أقل أكثر كان يقال له زمان المقلدة العلماء لم يكن يجتهدون كان يقلدون الشيخ الطوسي يعني فقيه مجتهد لكن أراءه كان حسب أراء الشيخ الطوسي يعني كان يحاول أن يبين أراء الشيخ الطوسي ويختار ما اختاره الشيخ الطوسي لا يختار رأي آخر كان زمان المقلدة يقال لهم مقلدة لذا يقول وتبعه هذا إشارة يشير إلى هذا المبنى أنه الشيخ الطوسي الذي كان يقلده طبعا الشهيد الأول متأخر عن نمو مقدار مع السنة أكثر ولكنه هذا يريد يشير إلى هذا المبنى أنه كيف أنه كان زمان كان يقلدون أن الشهيد الأول أيضا كان تابعا للشهيد الأول في هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي يقول وتبعه المصنف وجماعة واكتفى في الدروس بكل منهما في الدروس اختار رأي آخر هذا قول الثالث أحد الأمرين إما الرطوبة أو الذواب فإذا صار عندنا ثلاث آراء قولون يقول الملاك الذوابان طبعا بينا نحن أنه إذا أخذنا ملاك الرطوبة من أربع صور يعني تارة تكون رطبة يذوب رطبة لم تذوب يابسة ذابت يابسة لم تذوب أربع صور عندنا فإذا أخذنا ملاك الرطوبة يشمل فقط شقين اليابس بكل فردي خرج يعني الرطبة ذابة وغير ذابة يشمل فقط أما اليابسة ذابت أو لم تذوبة يشمل هذا القول الأول إذا أخذنا ملاك الذوابان يشمل الذئبة فرد واحد سواء كان رطبة أو كانت يابسة أما غير الذئبة سواء كانت رطبة أو كانت يابسة مرح يشملها هذا القول الثاني يأخذ كم صورة للصور يقول الرطبة يشملها الذئبة يشملها أحدهما كلهما هم يشملها لا رطبة ولا يابسة صورة واحدة ما يشملها هذا الخمسين هذا الذي رأيuition أول في الدروس وفي الدروس اكتفى بكل منهم يعني واحد منهم كافي وكذلك إشكال آخر المبحث الآخر أخذ إشكال بالرواية موجود 40 أو 50 أنت ليش قيتها بالقلوة في العذرة 40 أو 50 أنت ليش قيتها بالخمسين وكذلك تعيّن الخمسين هذا شنو كذلك هذا إشكال ثاني الإشكال الأول أنه يا شهيد الأول أنت ذكرتها الشهيد الأول أنت ذكرتها في العذرة الراطبة والمروي مراطبة المروي شنو هذا رأي شيخ طوسي المروي العذرة الذائبة هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أنت قلت 50 دلوا والحال بالرواية ما موجود تعيّن الخمسين وأنه موجود 50 أو 40 أو 50 وكذلك يعني كذلك إشكال آخر تعيّن الخمسين يلد عليك إشكال والمروي شنو 40 أو 50 ليش قيتها بالخمسين خب وهو هذا 40 أو 50 يختضي شنو التخيير وإن كان اعتباره الأكثر أحوط أو أفضل طبعا اعتبار طبعا يقول إذا نعتبر نحن نعتبر الخمسين هذا موافق للإحتياط أو أفضل موافق للإحتياط شوكهت إذا كان هذا الترديل من الراوي قد يكون 40 أو 50 مو من الإمام من الراوي فالموافق للإحتياط شنو أن نختار شنو نختار الأكثر احتمال لك أن الراوي قد أخطأ أفضل إذا كان الترديد من الإمام يعني ليس الترديد يعني هذا التخيير من الإمام فمعناته أنت مخير ولكن أفضل للأفراد هو الخمسين أربعون أو خمسون والحمد وإله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد